اهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة الصف السادس العلمي في درس جديد من دروس العلم الكيمياء والذي سيكون حول الذوبانية وإيجاد ثابت حاصل الإذابة طبعاً الذوبانية وإيجاد ثابت حاصل الإذابة قودنا إلى فهم الأملاح أنا الأملاح عندي نوعين أملاح تامة الذوبان وأملاح شحيحة الذوبان أملاح تامة الذوبان درسناها في هذا الفصل وقسمناها إلى أملاح متعادلة وحامضية وقاعدية والأملاح الشحيحة طبعاً راح ندرسها في هذا الفصل كيف أعرف أنه الملح شحيح يعلم هذا الملح من خلال إعطاء أو طلب ذوبانية الأس أو ثابت حاصل الإذابة اللي هو الكي أسبي إذن أي ملح يعطى له قابلية الذوبان أو يطلب منك قابلية الذوبان هو ملح شحيح الذوبان وهذا الملح الشحيح شلون يصرف في المحلول لاحظ عزيز الطالب نأخذ مثال سيايف تو هذا الملح صلب يذوب بنسبة ضئيلة هو ملح شحيح الذوبان وحينما يذوب مباشرة الجزء الذائب سيتحول إلى أيوناته هذا الصلب وهذا هو الجزء الذائب من الشحيح الذي يتحول مباشرة إلى أيوناته طبعا هذه عملية الاتزان تحدث ما بين أيونات الجزء الذائب اللي هنا تو أس هذا أس والجزء الصلب من الملح الشحيح لذلك عمليا الاتزان يحدث ما بين جزء الصلب من الملح الشحيح الغير ذائب وأيونات الجزء الذائب أما الذوبانية فهي تمثل مول واحد من الجزء الذائب مذاب في لتر من المحلول لذلك الاتزان اللي راح يصير عندي هو سيايف تو صلب مع أيونات السي اي وآيونات الأف وفي هذه الحالة في حالة الاتزان نستطيع تطبيق ثابت الذوبان واللي حيكون تركيز السي اي موجب الثنين في تركيز الأف السالب أو الثنين على التركيز سي اي اف تو الصلب وبما أن فعالية الجزء الصلب هي ثابتة فعالية تساو واحد لذلك يعبر عن كي اس بي فقط بأيونات الجزء الذائب اللي هي تركيز الكاليسيوم وتركيز الفلوريد وهذا طبعا الصلب فعالية واحد لذلك ماكو داعي نكتبه هذا السي اي إذا عبرنا عنه بين خلال الذوبانية هو اس وس واحد وهذا تو اس وس اثنيا ويساوي اربعة اس تكعيب الآن نحل أمثلة حتى نوضح كيفية إيجاد الذوبانية لملح شحيح وطبعا هذه الحالات عدي حالتها المهمة الملح الشحيح حينما تواجد في الماء في محلوله الماء المشبع وعندي حالة لما نتواجد هذا الملح الشحيح في محلول آخر يكون معه أيون مشترك راح نفهم الحالة الأولى هاي الحالة الأولى سؤال احسب ثابت حاصل الإذابة لسي اي اف تو اذا علمت ان قابلية او ذوبانيت تساوي تساوي 10 السالب 4 مول إلى لتر ملاحظة عزيزة قرام إلى لتر يذوب يذوب ويحدث اتزان مع ايونات الجزء الذائب سي اي موجب اثنين زادا توف السالب هذا الصلب فعالي تثابته هذا منطين الذوبانية اللي هي تمثل اس هذا اس هذا يمثل تو اس اذن كي اس بي يساوي الاس اللي هو تركيز السي اي تقدر تكتب تركيز السي اي موجب اثنين في تركيز الفلوريد اف السالب وس اثنين ويساوي اس وس واحد و تو اس وس اثنين ويساوي اربعة اس تكعيب ويساوي اربعة في عشرة السالب اربعة الكل تكعيب ويساوي اربعة في عشرة السالب اثنين هذا هو الكي اس بي او قد تكون المسألة معكوسة راح نحكسها راح انطي الكي اس بي واريد ايجاد الذوبانية بس هنا الذوبانية راح اطلبها بنغرام الى لتر حتى اعلمك شون يعني ما اكو مشكلة من اريد بنغرام الى لتر احولها واذا انطانيها بنغرام الى لتر في البداية اقسم على الكتلة المولية واذا انطاني كي اس بي واريد استخراج الذوبانية بنغرام الى لتر استطيع في نهاية السؤال تحويله سؤال احسب ذوبانية سي اي اف تو في الماء بنغرام الى لتر بنغرام الى لتر اذا علمت ان كي اس بي لسي اي اف تو يساوي اربعة في عشر والسالب اثنو عشر هنا جبرني استخرج السي اي اف تو الذوبانية سي اي اف تو بالقرام الى لتر انا ما عندي مشكلة استخرجها بالمول الى لتر واخر خطوة احول اقول السي اي اف تو راح يتحول الى سي اي موجب اثنين زادا تو اف السالب السي اف تو هو صلب وهاي محالين مائية اقول كي اس بي يساوي هذا اس هذا تو اس اذا اس اس واحد في تو اس اس اثنين ويساوي اربعة اس تكعيب وعدي اربعة في عشر والسالب واثنو عشر كي اس بي الاربعة تروح الاربعة اذا الاس يساوي جذر التكعيبي للعشر والسالب واثنو عشر ويساوي عشر والسالب اربعة هناك طلع لي بالمول الى لتر مول الى لتر هو 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 اشراده رادها بالإقرام إلى لتر طبعاً تعطى الكتلة المولية الكتلة المولية CF2 تساوي 78 إقرام 2 مول الآن بسهولة جداً أجد الذوبانية بالإقرام إلى لتر تساوي الذوبانية بالمول إلى لتر في الكتلة المولية أضرب في الكتلة المولية للCIF2 ويساوي 10 أسالب 4 في 78 رح ساوي ل78 في 10 أسالب 4 إقرام 2 لتر وإذا أعطيت بالإقرام إلى لتر أقسم على الكتلة المولية أحولها إلى مول إلى لتر الآن هذا هو معرفة كي أسبي من خلال الذوبانية أو العكس معرفة الذوبانية من خلال كي أسبي بالنسبة للملح الشحيح رح ناخذ الحالة الثانية لما الملح الشحيح لا يتواجد لوحده في المحلول يتواجد مع محلول ملح آخر أو يتواجد مع أيونات أخرى تعمل أيون مشترك في المحلول رح ناخذ هذه الحالة تواجد الملح الشحيح مع محلول آخر محلول ملح آخر أو مع محلول آخر وتكوين أيون مشترك هنا رح ناخذ مثال لحظ عزيز الطالب نرسل المحلول C-A-F-2 اللي تفكك لي إلى C-A-2-2-F-S-ALBE طبعاً هاي المحالي المائي وهذا صلب هذا الملح يتواجد مع محلول ملح آخر مثل N-A-F ينطين N-A-A موجب زائد F-S-A-LBE هذا ملح تام الذوبان بالمناسبة يعني كثير من الطلب يسئلون شون أميز هذا الملح إذا تواجده ملحين شون أميز التام عن الشحيح وأنا قلت فيه بداية الشرح إنه الملح الشحيح دائما يعطى له أو يطلب ثابت أو ذوبانيا أي ملح طالب من عندك ثابت ذوبان إليه أو منطيكي أو طالب منك ذوبانية إليه أو منطيكي هو هذا الشحيح اللي تواجد معاه طالما لم يعطي له ثابت ذوبان إذن على الأغلب هو ملح تام الذوبان لذلك تباوع من اللي مطيلك إلى ثابت ذوبان أو ذوبانية أو مطلوب منك هو هذا الشحيح فالشحيح مثل CIF2 رح يتواجد معه تام الذوبان مثل NF لاحظ هنا صار عندي صار عندي أيون مشترك وإحنا درسنا الآيون المشترك ظاهرة الآيون المشترك في محالي البفر درسنا ظاهرة الآيون المشترك وافتهمنا تأثيرات هذا الشحيح لما بالماء أو في محلول الماء ذوبانيته تكون مقدار معين لما يتواجد معاه ملح تام الذوبان يكون أيون مشترك رح يحرف التفاعل بالاتجاه العكسي لذلك رح يتقل ذوبانيته وهذا تعليم يعني ذوبانية CIF2 تقل بتواجد NF أو المحلول المائلي CIF2 تكون ذوبانيته أقل حينما يضاف إليه ملح NF لماذا ذلك أن الـ NF سيكون أيون مشترك يحرف التفاعل بالاتجاه العكسي رح يقلل من ذوبانيته ودائما الذوبانية بوجود الأيون المشترك هي أقل من الذوبانية لمن يكون الشحيح لوحده هل ثاني رح فالسؤال أحاول من خلال هذا المثال أوجد لك الحالات اللي من الممكن أن تأتي لمن يكونون أو يكون الشحيح مع محلول آخر مكونا أيون مشترك سؤال ماذا وبانيت سي أفتو في محلول في لتر من محلول يحتوي أو بوينت وان مول من أنا أف كي أس بي سي أفتو يساوي في محلول آخر وإحنا لما نريد ذوبانية شحيح في محلول آخر رح يكون أيون مشترك ما ذوبانية سي أفتو في لتر من محلول يحتوي أو بوينت واحد مول من أنا أف من هو الشحيح حان عد هنا محلولين من الحين الشحيح شي أكي سي أفتو شون عرفت الشحيح رأي الذوبانيته إضافة إلى ذلك منطيني الكي أس بي إلي إذن واضح تماما أن السي أفتو هو شحيح هم رأي الذوبانيته وهم منطيني كي أس بي إلي والمحلول الآخر ما عنده لا كي أس بي ولا عنده ذوباني إذن هو تام الذوبان أجيه الآن أكتب معادلات أكتب معادلات تفاكوكي سي أفتو وأكتب معادلات تفاكوكي لينير هنا عندي أو بوينت واحد مول في لتر يعني الحجم واحد لتر إذن المول يساوي مولاري إذن هنا أو بوينت واحد مولاري هذا رح سر أو بوينت واحد هنا الذوبانية تو أس هنا أس كي أس بي هو نفسه ثابت كي أس بي ثابت بثبوت درجة الحرارة كي أس بي للملح الشحيح لما لوحده هو نفسه كي أس بي لهذا الملح لما يتواجد فيه محلول آخر بثبوت درجة الحرارة لذلك كي أس بي لا يتغير إلا بدرجة الحرارة وإحنا هنا نفترض أنه درجة الحرارة ثابت كي أس بي رحشي ساوي لي نفس الكي أس بي تماماً تركيز السي أي زاعد اثنياً في تركيز الأف هنا الأف السالب الأف السالب هنا إلى مصدرين مصدر من الشحيح ومصدر آخر من القوي يعني الآن أصبح عندي مصدرين للأف السالب مصدر منها من الشحيح ومصدر من هنا العفوان منها من الشحيح ومصدر هنا من القوي ولسهولة الحسابات يهمل الجزء الناتج من الشحيح لسهولة الحسابات يهمل الجزء الناتج من الشحيح فراه أعتمد فقط الجزء الناتج من القوي واللي هو في حقيقة الأمر أن هذا الـ F جائن من جزئين جزء من الـ 2F اللي هو هذا الـ 2S الذوبانية اللي هو مات الشحيح أو جزء اللي جائن من القوي هذا رح نهمله ورح نعتبد فقط الجزء الناتج من القوي لسهولة الحسابات تركيز الـ C-A الآن تمثل الذوبانية وتساوي S تركيز الـ F-Lauride رح يصير O.1 الكل تربيع لأن هذا مداخل مع هذا يعني هذا مجرد زاد بمقدار O.1 ولكن العلاقة عدد المولات 2 مرفوع للقوة 2 هذه لا تتأثر صح هذا همنا ولكن يبقى مرفوع للقوة 2 إذن O.1 تربيع الـ K-SB هو 4 في 10 والسالب 12 إذن الذوبانية S رح يصير 4 في 10 والسالب 12 على O.1 تربيع يعني هي 10 والسالب 2 ويساوي 4 في 10 والسالب 10 مول إلى لتر إذن هذه الذوبانية تم حسابها للملح الشحيح بوجود محلول آخر الآن بإمكاني أقلب السؤال بأكثر من طريقة أنطيك الذوبانية وأنطيك التركيز وش أريد؟ أريد الـ K-SB أو بإمكاني أنطيك الـ K-SB وأنطيك الذوبانية وريد المولات فرح أنا أحاول أنه أقلب السؤال رح نقول ما عدد مولات N.A.F هل واجب إضافته إلى لتر من محلول C.A.F.2 لجعل ذوبانيته تساوي 4 في 10 والسالب 10 إجقد لازم أضيف N.A.F إلى لتر من محلول C.A.F.2 لجعل ذوبانيته تساوي 4 في 10 والسالب 10 علما أن K-SB لC.A.F.2 تساوي 4 في 10 والسالب 12 نفس الطريقة السابق تماما طالما أنا أريد مولات N.A.F اللي لازم أضيفه إلى لتر من C.A.F.2 إذن أنا أريد C.A.F.2 موجود في محلول آخر هذا حالة أيون مشترك وهنا الذوبانية راح شا تكون منطيني إياها ال-S وهذه راح تهمل وهذا هو المجهول لأن من يريد مولات لازم أطلع لتركيز فنفس التطبيق السابق تماما مجرد راح يصير عندي هذا O.1 هو المجهول راح أعتبر Y تربيع هذا Y هذا Y يمكن أن يريد مجهول يمكن أن يريد مجهول أن يريد مجهول أعلى 4 في 10 والسالب 12 على 4 في 10 والسالب 10 ويساوي 10 والسالب 2 إذن Y يساوي 0.1 مولاري وبما أن الحجم 1 V يساوي 1 لتر إذن NAF يساوي 0.1 مول الآن عزيز الطالب أقدر أربط لك الحالتين سوية ويصير السؤال سؤال ربط أربط لك حالة وجود CAF2 في الماء وحالة وجود CAF2 في الأيون المشترك ودائما نربط الموضوعين من خلال الثابت لذلك أقدر أصيغ لك سؤال ما عدد مولات NAF الواجب إضافتها إلى لتر من محلول CAF2 لتغيير ذوبانيته من عشرة السالب أربعة إلى أربعة في عشرة السالب عشرة ما عدد مولات NAF الواجب أضافتها لتر بالمحلول CAF2 لتغيير ذوبانيته من عشرة السالب أربعة إلى أربعة في عشرة السالب عشرة إذن أنا عندي ماديتين عندي NAF لازم أضيفها إلى CAF2 الCAF2 هو طالب تغيير ذوبانيته إذن CAF2 هو الشحيح الNAF هو التام ذوبانيته مطني حالتين حالت لمن هو لوحده في المحلول عشرة السالب أربعة مولاري أو مول إلالتر وحالة أخرى لمن يتواجد مع NAF رح تكون أربعة في عشرة والسالب عشرة إذن عندي حالتين وهذا سؤال لازم أفهمه بشكل صحيح CAF2 لمن في الماء لوحده رح أستفيد من هذه الحالة شون أستفيد أكتب المعادلة وأجد KSP هنا S 2S S1 2S 2S2 ويساوي أربعة S تكعيب KSP رح يساوي لي أربعة في عشرة والسالب أربعة الكل تكعيب ويساوي أربعة في عشرة والسالب وفمعش هذه الحالة لمن الملح الشحيح لوحده الآن لمن هذا الشحيح رح يتواجد مع محلول آخر اللي هو NAF يريد عدد المولات أيضا نفس الطريقة الذوبانية هنا ما رح تصير S حتى يكون علميا صحيح خليل أشرها S فتح الذوبانية بعد لا يمكن اعتماد S ليش لأنه اعتمدتها لمن لوحده S لازم أغير هنا خلي أعتبرها S فتح هنا أجد KSP KSP هو ثابت بثبوت درجة الحرارة يساوي تركيز الكاليسيوم في تركيز الفلوريد وسثنية تركيز الكاليسيوم هنا إيش قد رح يساوي تركيز الكاليسيوم اللي هي الذوبانية بوجود العيون المشترك اللي مطنيها 4 في 10 والسالب عشر تركيز تركيز الفلوريد السالب رح يكون ليكون Y الكل تربيع هنا KSP هو 4 في 10 السالب 12 إذن Y يساوي 4 في 10 السالب 11 على 4 في 10 السالب 10 Y تربيع ويساوي 0.01 1 إذن Y يساوي 0.0 0.1 مولاري وبما أن الحجم يساوي 1 لتر إذن Y رح يساوي 0.1 مول أعزائي الطالبة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الذي وضحنا به بشكل مختصر عملية الذوبانية وكيفية معرفة الملح الشحيح وإيجاد ثابة الحاصل للإذابة له لمن يكون هذا الملح في الماء ولمن يتواجد في محلول آخر ويكون أيون مشترك في نهاية الدرس شكر جزيل إلى الأستاذة المشرفة العلمية الست عواطف الإبراهيمي وإلى الكادر المرافق لي على أمل أن ألقاكم في دروس أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر